على أبواب انتخابات أخفق العراق في إنتاجها على مدى عشر سنوات ماضية ثمت إخفاق جديد يلوح في الأفق نتيجة ما يحذر منه مراقبون لوجود عدد من عضاء ميدسن واب وقيوا سياسية ومستقلين وناشطين يطالبون بتأجيل الانتخابات المحدية من أجل التهيئة لخلق تنافس حقيقي بين المراشحين لمجالس المحافظات الفشل الذي يتوقعه ناشطون يتركز على حالة تسود أوساط العملية الانتخابية سيما مع حديث معلن على لسان تحالف المستقلين بحسب نص البيان الذي قرأ المشهد كحالة من هيمنة كتل سياسية على مجالس المحافظات بعدما استحوذت على مقاعد الفرلمان بعد أن أكلت حصة الأسد فيه التنافس الحقيقي المنشود كان غائبا بحسب حزبيين وناشطين لما رأوه من ممارسة ظاهرة المال السياسي بشراء المرشحين والناخبيين علنا في معركة بعدما تكون عن مصلحة البلد بما تعود به انتخابات مجالس المحافظات الغائبة كثيرا بتحقيق ملفات متأزمة كفرص العمل والاستثمار والخدمات في شتى المحافظات أسباب أخرى أدت إلى قناعة شبهتامة عند طيف من السياسيين بتأجيل الانتخابات تكمن في عدم مشاركة التيار الصدري الذي يمثل ثقلا في المشهد السياسي والانتخابي على حد سواء تماما يبزغ سبب التراجع الملحوظ في أعداد المرشحين والناخبين وعدم قناعة جزء لا بأس به من الشارع العراقي بالمشاركة في الاستحقا قد السوري ربما يبزغ كسبب مهم في إخفاق موعد الانتخابات المقرر في كانون الأول من العام الحالي على وفق رأي النشطة ترجمة نانسي قنقر